طبعاً، طبعاً، نحن كلمنا في موضوع الحركات اللي كتيرة جداً اللي قامت بالتظاهر زي وغيرها من الحركات المهمة جداً في العالم المظاهرات ديت أو الأتصامات ديت هل بتقابل بإيه؟ بتقابل بإيه؟ سواء من مسهب يكون فيه أتصام قدام السفارات برا هل بيحصل بس على الردود فاعل ولا لا ولا إيه؟ وعلى الإنترنت كمان، يعني إيه هي الجهود المتواصلة على المستوى الشعبي أو مستوى المجتمعات وأنهي أكتر الجاليات المصرية المشطة في هذا الموضوع ما هو بقى، اللي حصل إيه بقى؟ لو أنت، لو أنت سمعت لناس زي حالاتي اللي هما بيكلموا في السياسة ولهم بيقدروا يوصلوا للناس اللي موجودين هنا هو وتحل معهم المشكلة مش هتعمل ديت مع المواطنين المصريين اللي هما الناس البسطاء اللي موجودين في جميع أنحاء العالم اللي هما التمانية مليون اللي انت بتقول عليهم دول دول بيطلعهم ويعملوا مظاهرات قدام سفارات مصر أنا شايف أن ديت منظرها محرج ومنظرها وحش ومنظرها عيب ليه؟ أنا باعتبرها استقواء بالخارج بس هما غلابة هما غصبين عنهم هما عندهمش في إيدهم غير كده لأن هما شايفين أن عصام عبدالصمت بيروح مصر ويتكلم في هذا الموضوع ويتبهدل ويرجع ويتشتم ويرجع ما بيعملش حاجة الراجل فبيحاولوا بقدر الإمكان أن هما برضو يزقوك يزقوك عن طريق المظاهرات دي أنا شخصيا بقول المظاهرات دي ملهاش لازمة لأن أنت بتتظاهر ضد مين؟ ضد بلدك ضد دولتك ولذلك أنا لما بقولك لما أنا أجي أرفع قضية على البلد لأنا بقولها وأنا باستحي عيب عيب والله العظيم أنا ماسك الورق أهو معايا أنا بقالي أنا جيت أول إمبارح ماسك الورق في إيدي مش قادر كل حاجة جاهزة المحامي قاعد جنبي على اليمين والمستشار السياسي بتاعي قاعد جنبي على الشمال والورق على حجري مش قادر يقدمه مكسوف تفتكر هل حيكون لها تأثير ولا حيكون تأثير ده على انتخابات 2012 ولا حنتكلم بها أنا مش قاضي أنا هقدمها لسيادة القاضي سيادة القاضي هيقول لي إيه هيقول لي آه أول ما هيقول آه هروح واخدها أقول له آه يتدخلونا يتلغوا الانتخابات يتأجلوا الانتخابات يتعملوا اللي أنتو عايزين لو قال لا أقول له متشكرين أسلم عليه وروح هل ده حيكون آخر المطاف؟ ويبقى تعمل معي انترفيوهات من لندن طيب هل حيكون ده آخر المطاف؟ يعني لو قال لا نفترض هذا آخر المطاف ما فيش تالي هذا آخر المطاف ويبقى أنت تنسى المصريين في الخارج وتنسى الجيل التاني والتالت بتاعك اللي إحنا بنحارب عليه طول عمري سبعة وثلاثين سنة مش عشاني أنا مش عشاني أنا مروح أنا ماشي أنا بتكلم على الجيل التاني والتالت اللي هم العلمة بتوعك اللي هم الناس اللي هيرفعوا البلد دي مع المصريين في الداخل يعني أحضرتك انتخاباتنا دي بعد شهر واحد احنا بنتكلم في نوفمبر القادم احنا مش بنتكلم في فيه مدة لسه هنقدم قضية والقضاء هنزورها وحيقول آه أو لا احنا بنتكلم في وقت وصير جدا متوقعا هيحصل ايه بعد شهر وبعد شهر لو قالوا آه فيه وقت ان احنا ننظم العملية الانتخابية في الخارج والله اتمنى يعني دي بقى تبقى راجعا لهم وبعدين يبقى ممكن يكون فيه قاعدة يعني لما يكون أنا معايا حكم قضائي فاعرف اععد معاك بقى قاعدة غير دي انا ما اععد معاك دلوقتي انا عاعد كده لكن لو معايا حكم قاعد بقى رجل بقى وبرحتي واقولك بقى فين الببس بقى ويبقى القاعدة مختلفة طيب احنا حنشرك حرارتك معايا الحقيقة في حاجة يمكن بره موضوع شوية ولكن يعني يريد تكون معانا فيها كلنا كمصريين وكلنا كمعنيين بالشراعين العام تابعنا طبعا موضوع اختفاء الدكتور احمد عاطف الطبيب اللي اختفى لمدة اكتر من اسبوع وكان فيه مناشدات من كل الجهات الاعلامية واحنا يعني بمنتطة واضح كنا احدى هذه الجهات من خداب النمج نهارك سعيد وطبعا قناتنا وشبكة تلفزيون النيل وكان فيه مناشدة امبالح من خلال نهارك سعيد لكل المسؤولين ولكل المعنيين بالامر في سرعة استعادة احمد عاطف وانه هو يتم العثور عليه واعتقد ان كل هذه الجهود مجتمعة اتكدلت بالنجاح خلينا بس نقول نشوف جزء من نهارك سعيد امبالح من هذه المناشدة وحيرجع التانية عشان معانا تلفون مهم جدا يعني هو بس نداء مرة تانية مناشدة من قناة النايل لايف على الهوى لسيادة المشير تنطوي اعتبر احمد مرة تاني احمد عاطف ابنك لكل المسؤولين اعتبروا ابنك هو طبيب من شباب الثورة فانا ارجوكوا فعلا طمينوا الاطباء وبطلب من الدكتور خيري عبد الدايم نقبنا واستاذنا بنباركله اولا بس ثانيا بنقوله دكتور خيري مسؤوليتك دلوقتي احنا مشينا المشوار لكن حقيقة هتكمله بإذن الله فين احمد عاطف حق البلد علينا لو مخطئ حزبوه بس قلونا هو فين احنا كلنا هنحزبه شكرا جزيلا يا فندم ونورتونا ربنا يطمنكو على الدكتور احمد نتمنى من ضم صوتنا الاعلام بضم صوته لصوت الدكتورة دكتور احمد عاطف وشوفنا على احدى برامج مبارح في التليفزيون والحقيقة يعني اعتقد ان التاني بنرجع نقول ان سواء اللي حصل مع احمد عاطف او سواء اللي حصل قبل كده مع واقل غنيم وغيرهم فكرة الاختفاء دوت اللي غير مفهوم والرجوع برضو اللي بيكون غير مفهوم والتفاصيل اللي هي ممكن تكون ساعات كتيرة جدا فيها علامات استفهام كتيرة اعتقد ان مفروض ما تلكررش تاني يعني احنا مفروض هيكون معانا تليفون مع والدة الاستاذ الدكتور احمد عاطف ويعني اعتقد ان هي كانت بالنسبة لنا لمدة الاسبوع اللي فات كله هي والدة كل المصريين واعتقد اثرت فينا كلنا صباح الخير يا فندم نجات عباس استاذ النجات هلو استاذ انا جات هلو ايوة فندم صباح الخير يا فندم اهلا بيك اهلا بيك اتفضل ايوة معانك حضرتك احنا عايزين نبريكلك الاول صباح النور حررتك بس ممكن نوطي التليفزيون شوية بعد انزل حررتك نوطي بس التليفزيون احنا قاسفين حاضر يا فندم حاضر لحظة واحنا يا فندم اتفضل ايوة فندم معاك اتفضل يا استاذ انا جات كانت معانا مبارح على فكرة وكانت في حالة نفسية سيئة فاحنا عايزين نقولك النهاردة الف مبروك الله يبارك فيك حبيثي شكرا شكرا وصلك بخير الحمد لله واتطمنت عليه وكل حاجة كويسة الحمد لله الحمد لله والفضل لربنا طبعا والكل اللي مد ايده لي ويساعد ان انا اجد ابني حي يرزق على الدنيا كتير كتير وسائل اعلان تعجيتني كتير وانتو طبعا من ضمنهم بس انا من الظروف الحالة السيئة اللي انا كنت عندكم فيها ما قدرتش اظهر في التلفزيون عشان اه اقدر ان انا ابيح واقول للعالم كله اه على ابني طبعا برضو قناة المحور الواصلت برضو ابني للمشير صنطوي وانا الحمد لله يعني الحمد لله صوتك وصل وكان وكان ليه تأثير لا الحمد لله صوتي صوتي وصل للمالكيش للمشير صنطوي اساسا كان عالم بكل كلمة انا بقولها بقولها وانا كنت رايحان وانا مبارح انا كنت رايحان وانا مبارح في طريقي مبارح وانا رايحان بعد ما اغم علي قدام القضاء العالي اه وقلت له انا رايحة للمشير صنطوي لان انا ومسئولية ولادي وحياتي ملهاش ملهاش طعم من غير احمد لو انا لو احمد جراله حاجة هالدنيا انا احمد من مشير صنطوي اللي انه هو تعتبر المسؤول الامن على مصر يعني انا حياتي من غير احمد متسواش يبقى انا كده حياتي هاي براي حاجة طبعا خمسة يا تانا يبقى مسئوليتها المقام عنين يعني يبقى هو مسئولية ولادي لو قراري حاجة يبقى مسئوليته هو وانا كنت رايحة في طريقي للمشير صنطوي فجيت بالمفاجأة اللي ماوليكيش عليها بعد ما جيت من عندكم وراحت للقضاء العالي ان احمد يتصل علي تصل علي رحت يعني ماولكيش انا وانا في العربية اللي كان وغديني فيها انا رايحة للمجلس العكري صوت صوت جامد الدكتور اللي كان معايا فارمل كان يعمل حتى واحنا ماشيين فبصت عمو صوت احمد وده اختي صوت يا ماما انا من لافتي مش عارفة دوسعة الضرار اللي بيجيب الصوت بالموبايل مش عارفة احمد الصوت بتادي المكتوب احمد عاطف بيتصل رحت دايسة انت احمد ايوة يا ماما انا احمد مش مش مشدق زيك يا احمد انت احمد يا حبيبي يا ماما والله احمد اهدي احمد بيتصل على ان احمد مش مخطوف بيتصل على ان هو جاي لي يعني هو كان الساعة ما اتصل عليه وقال لي يا ماما انا هاجي يوم الحد فيبيل لي ان هو يعني يا ماما معلش اخرت شوي عليكي مش عايز احمد بكل كان دايرة مقفولة ما بيحبش يعرفني اي شي في حياة فسجوة زي ديتي ما كانش هيخليني اعرفها حتى لو اعلم كله عارف انا ما كانش هيخليني اعرفها بيتصل على اي عادي ان هو هيجي يا ماما على الحد. ففجأ احمد بان انا عارفة ومنهارة. منهارة انهيار كبير. فاهدي يا ماما الدين اللي معاك يا ماما اهدي يا ماما. فطبعا بيقول له صاحب ازاي ماما عرفت. قال له الدنيا كلها عارفة يا احمد. فقال له احمد انت فين? صاحب قال له انت فين? قال له انا في رامسيس. اه انا في رامسيس ان شاء الله يا امي متخليهاش اه قابلها في المستشفى حتى ان اه شكل ماما منهارة وانت عايزة تفرج علان نياسة الاعلان. كانت المستشفى كلها قنوات هناك عشان تصور احمد ما كانش عايزي شوف اللحزة. ان انا هكون اترمي على احمد وانهار زي ما انهارت هناك قزام القضاء العالي وقاهم عليها. فا احمد قالوا لي طلعوا لي ماما من ورا باب المستشفى عشان اشوف ماما. فانا طبعا مشيت عشان اشوف احمد في مكان ما. خدت احمد ما قولكيش على اللحظات اللي انا شفت فبقيت ابوس على ايد احمد ورص احمد وجسم كل حتة في احمد بقى طبوس عليها. يعني خلاص احمد عارف غلوته عندك قد ايه ويعني الحمد الله على سلامته يا رب ويفقد دايما بقى امان معي. وشكر لك يا حبيبتي على على مجودكم معي. انا اللي بنشكر حضرتك. وبعد ما بعد الشكر اعتقد ان وبعد ما ان شاء الله كده دنيا تهدى وتتملي عينك من ابنك زي ما بيقوله يعني اعتقد ان مفروض حيكون في مقابلة بقى تانية في نهارك سعيد. نتكلم فيها على. نعم مستمعت حضرتك شوية مستمعت كوي. بقول حضرتك بعد ما ما يعدي بقى الوقت وتملي عينك من ابنك والدنيا تهدى كده اعتقد ان لازم يكون ان شاء الله حضرتك والدكتور احمد تكونوا معانا في نهارك سعيد. لان احنا مش بس حنتكلم على وقعة الاختطاف ديت او اللي حصل لكن لازم نتكلم في الابعاد بتاعتها وايه اللي جاي بعد كده وازاي ازاي ده ما يحصلش تاني. لان مش مقبول ان ده يحصل تاني. ويا ريت تكوني معانا في هذه المقابلة يا فت. معانيك يا خمد. احمد موجود معانا بكرا ان شاء الله حضرتك سعيد. احمد احمد رافض ظهوري على التلفزيون نهائي. انا بعتذر لكل قناة. عايزة تامن معي نقاط. احمد رافض احمد